كابتن جميل أسعد الله مساك بالخير أسعد الله مساك بالخير وين رحت يا كابتن جميل نبحث عنك من البداية والله موجودين نحن أهلا وسهلا فيك حقيقة إحنا سعداء جدا بالفعالية بالمهرجان نستطيع أن نقول ذلك احتفاءا وتكريما وتقديرا لك وهذا حقيقة أقل واجب أن يقدم تجاهك قل لي مشاعرك كيف كانت وأنت تلاحظ زملائك من أساطير كرة القدم اليمنية أهلك ناسك جماهيرك عشاقك يحتفل بك في العاصمة عدن والله أخي الحبيب أنا يعني شعيد كنت جدا في وجود كل هذه المجموعة والنقومة الكبيرة الذي أعثت من كل أنحاء اليمن من صرعا ومن عدن ومن المكلة ومن أبيان ومن لحق وأنا يعني صعلت هذه الدعوات من أجل أن نجمع كل أبناء اليمن وأبناء عدن في مكان واحد وكل النقوم والأساطير كما قلت والحمد لله تجمعوا وكانت زيلة طيبة والحمد لله تتواجدنا وتتذكرنا أيام الجميلة وأيام الزمن الجميل حبيبي آخر مرة كابتين جميل دعبت كرة القدم في مباراة رسمية عم كم؟ آخر مرة في تصبيات كاس عالم 98 طب من 98 إلى 2024 فينك السنوات هذه كلها؟ والله يا أخي أنا موجود بس الوضع في اليمن كان ما يشاعدش على التعارف والوضاع والحرب والمشاكل وإلى آخره فالحمد لله يعني ما يضيح حق بعدهم طالب أنا طالت بالتكريم هذا من قبل لكن الأوضاع كانت سيئة والآن الحمد لله تسهلت بعض الأمور وخرج يعني إلى النور للتكريم والحمد لله نقول يعني شيء ولا ما في شيء كابتين جميل حقيقة هل هذا هو المهرجان الذي كنت تتفكر فيه وتتمنى أو لا فيك شيء لم يتحقق؟ أنا والله كنت أتمنى أتمنى يعني مهرجان أفضل منها كذا لكن بصراحة يعني المهرجان اللي كنت أنا يعني أشفيه أكبر من كذا لكن الحمد لله ما الذي ينقصوا هذا المهرجان الآن؟ إيش إيش الذي ينقصوا؟ إيش اللي كنت أتمنى ما حصلش؟ أما ينقصوا الدعم الدعم أنا ما أتحصلش على الدعم مناسب من قبل الجهات الحكومية الجهات الحكومية ما دعمتناش في شكل كبير بالتاكتة حاج سعيد أنعم ووزارة شباب الرياضة والأخ المحافظة كان مش موجود كان في عندهم مشاكل الأخ المحافظة أيضاً اسموه الوزير أصيب بطرحات ردرياو وسافر فتعرف هذه تأثر لما نكون موجودين يكون الأمر ثاني يعني صحيح كبتن جميل إش راك نعيد نعمل مهرجان ثاني عشان بس نرضيك إنت والله تستاهل والله ياريت ياريت لا من قرصش نفعل أسأل الله أني وفقك طيب ما الذي أنجزته خلال هذه فترة التوقف كبتن جميل؟ هل أخذت دورات تدريبية؟ هل دربت أندية؟ أنا طبعاً بعد ما انتهت اسموه وقفت اللعب في كرة الخدم نعم خمت رحت دورات تدريبية طبعاً هم ونقحت الدورات تدريبية ودربت فريق الشباب نادي شمسان وأخذت بطولتين في عدن جميل لشباب شمسان ألو أنا سامعك جميل أخذت بطولتين لشباب شمسان في دور عدن ما شاء الله جميل للشباب الحمد لله وبعدين بينك شفت الوضع الفني والرياضة ماد خارقنات رقعت للأمور الإيجارية والآن أنا أشغل منطب أمين عام نادي شمسان ما شاء الله صلى الله لك التوفيق بإذن الله في نادي شمسان طيب كابتن جميل خلينا نسترجع كده بعض الذكريات النجاحات الإنجازات التي تحققت في تاريخك وأنت لاعب كرة قدم لنادي شمسان وللمنتخبات الوطنية والله أنا في نادي شمسان حققت بطولة الشباب بعام 95 85 85 لكن ركز بالتواريخ كابتن جميل ركزنا بالتواريخ علشان ما نغلطش أيه 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 بس بموسم 85 86 ما شاء الله تحصلت على لقب هدف دور الشباب وبطولة الشباب في عدد طبعا ما شاء الله في تاريخ ولادتي طبعا ما في التاريخ هذا أنا ولدت 85 86 هذه يعني بتكبرنا يا كبتن الله يوفق لك إن شاء الله العمر كله يارب في عام 87-88 أنا بدأت اللعب في نادي شمسان في فريق الأول ما شاء الله الحمد لله على يد الكابتن خالد سالمين وفي أول بطولة في آخر بطولة قبل الوحدة اليمنية دورة الصيفية كانت في عدن في جمهورية اليمن الجمقراطية الشعبية سابقا نعم تحصلنا على بطل البطولة في الدورة الصيفية في آخر بطولة في عدن جميل بعد ما فزنا على فريق الوحدة في النهائي واحد صفر ومن ثم في عام تشعين واحد شعين انتقلت إلى صفوف المنتخب الوطني اليمني ما شاء الله الحمد لله في منتخب الأولمبي وبعدهم الناشئين بعدهم الشباب بعدهم المنتخب الأول المهم من عام ٩ ٩ ٩ حتى عام ٩ ٩ وأنا ضمن صفوف المنتخب الوطني لجميع المنتخبات في نقاحات كابتن جميل في نقاحات شخصية حققتها وأنت مع المنتخب؟ والله مع المنتخب كانت فترة يعني عدادية فقط للمنتخبات ما كانت للمنتخبات في مشاركات قوية كانت مشاركات بسيطة يعني فكنا يعني ما بيش هذه المنافسات الكبيرة زي ما الآن منافسة كاس آسيا كاس اسم العالة وإلى آخر كانت بطولة فسيطة نعم حققت الحذاء حققت الفضي كابتن جميل حققت الحذاء الفضي الحذاء الفضي حققته في عام ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ بعد الكابتن أحمد بهجا لعب الاتحاد السعودي نعم كان هو معه ٢٢ هدف أنا معي ٢١ هدف ما شاء الله ما شاء الله وهي بلا شك هذه المحطات لن تنسى طبعا الحذاء ما يزال موجود؟ الحذاء ما قابلنش للآن أشتريت حذاء أنا فضي وكبتوك أنا أشتريت حذاء فضي وكبتوك إنه الحذاء وإلا للآن في قريدة الوطن العربي عند غبريش أنا أطالب حقيقة أنه لازم يقابلن الحذاء هذا كابتن جميل وأنا أطالب معك يا كابتن موسيقى 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 موسيقى